أعلن وزير المالية البريطاني رفع سقف أسعار الطاقة في بريطانيا بنسبة 80% ابتداء من أكتوبر المقبل وعضحت السلطة البريطانية المنظمة للطاقة أن السقف سيرتفع من 1971 جنيها سترلينيا سنويا لكل أسرة إلى 3549 جنيها سترلينيا بسبب ارتفاع أسعار الغاز العالمية منذ بدء الحرب في أوكرانيا وتشهد بريطانيا قفز غير مسبوقة في معدلة التضخم وسط أزمة غلاء المعيشة أوضاع اقتصادية صعبة تعيشها المملكة المتحدة إذ قفز معدل التضخم في بريطانيا إلى أعلى مستوى له في 40 عاما خلال شهر يوليو العام الجاري مسجلا 10.1% كما واستمرت أسعار الغذاء والطاقة المتصاعدة في زيادة الضغط على الأسر البريطانية إذ سجل تسعار المستهلكين 9.8% خلال شهر يوليو من العام الجاري وبحسب الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا فإن التضخم الأساسي الذي يستثني الطاقة والغذاء جاء عند 6.2% كل ذلك يأتي في وقت تتخوف فيه الأسواق البريطانية من مرحلة الركود الاقتصادي خاصة بعد توقعة البنك المركزي البريطاني بأن حجم التضخم في المملكة المتحدة سيصل خلال نهاية العام الجاري إلى 13.3% ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر